صح 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 ماردنا آه اليوم من خلال مشوارنا الصباحي بدياكم انشاركوا معانا وتعطونا مجموعة من السلوكيات التي تندرج تحت ثقافة العيب العيب مصطلح أو مفهوم احنا اخترعنا طبعا هو موجود ولكن احنا اخترعنا بطريقة غير مناسبة وطبقناه على سلوكيات هي ما إلها علاقة بالعيب ولكن إحنا من وجهة نظرنا المجتمعية عيب فلان يعمل كذا عيب الزلم يبكي بعزى والدته عيب الأرمى لي ترجع تتجوز عيب إنك إنت تحكي بوجود الكبار عيب إنه ابني يقول لا كلمة لا لا لعمته ولا لجدته ولا لخالته ولا لجاره ولا لحده عيب هاي الكلمة وصلتنا إلى بر ما إلو علاقة بالأمان هاي الكلمة مخليتنا عايشين في خوف مهمش أحلامنا وطموحاتنا وتطلعاتنا المستقبلية إذن في بعض العادات والتقاليد الموروثة تعتبر نوعا ما مش مرتبطة بواقعنا الحالي والآني بس إحنا ما خدينها كمسلمات عيب أي فكرة جديدة أي اعتقاد غير نمطي ساذج يعتبر عيب اليوم بدي أسمع منكم أنتو هاي الكلمة قالت على مسامعكم في مكان غير لائق بها شو هو العيب؟ عيب إنه أنت تكوني تعرضي جوزك اللي بيقوله صح ولي بيفكر فيه أكيد مظبوط لأنه هو الداعم المادي للأسرة وأنا كست دائما نضلع قاصر فعيب عيب أناقشه عيب أناقش مديري صدقوني كلمة عيب عملتلنا حاجز ما بيننا وما بين الجانب المضيء والمشرق بالحياة بدي مشاركاتكم بدي نحاول من خلال هذه الحلقة أنا ما رح أقولكم أنه نقضي على ثقافة العيب ولكن أنه قلل من تأثيرها السلبي على المجتمع يعني للأسف الشديد في أهالي بتكون بنتهم عايشة بنوع من أنواع الجحيم في بيتها خرس زوجي جفاف عاطفي تتعرض إلى العنف اللفظي والجسدي والمعنوي وبقولك يا بتروي عند أبوها بتقوله يا با أنا بدي أطلق أول كلمة بقولها إياها ولك شو بدها تحكي الناس ولك عيب ولك بكتشر شحيني بين هالأمة خليك يا عايشة وساكتة وكابتة عشان تحافظي على هذه المنظومة التي تبالي الآخرين بأنه هي منظومة سليمة ولكن بالداخل هي منظومة مريضة فإن تعيشي 30 و40 سنة مع رجل مش طيقة تطلع بوجهه بس لأنه عيب لأنه المطلقة في مجتمعنا هي 6 منبوذة هي 6 سيئة الأخلاق هي 6 ملامة على طلاقها حتى لو كان زوجها هو ظالم كبير الست أبصر شو عملت له خانها جوزها يا عمي طلبة الطلاق كل زال ما عنده احتياجات مش المهم بينام على ما خدتها أخر الليل لأنه عيب نظلم بعض لأنه عيب فعليش إذا بتصمحوا لي بما؟ بما إنه إحنا عم نحكي عن ثقافة العيب خليني أحكي عن تجربة شخصية لها علاقة بالمهنة التي أمتهنها من 2005 حتى يومنا هذا بال2005 لما تخرجت من الجامعة وكانت لسه روتانا راديو روتانا كانت بث تجريبي انضميت في بداية الأمر كان عندي وظيفة إدارية وبعدين صورة يعني مذيعة مذيعة إذاعية وأفتخر وأنا لليوم مذيعة إذاعية وهذا شغفي الذي لن ينقطع بالحياة بإذن الله بعدين طبعا فتحنا شاشة عمان تيفي أنا بقول فتحنا لإني بعتبر حالي جزء من هذه الأسرة كان عيب كان عيب شو يعني أنت شو أنا سمعتها مرة من رجل قال لي أنا بسمع برنامجك الصبح بس أنا مستحيل أرطبط فيكي قلت له ليش قال لي لأنه أنت الصبح أنا كزوجك بتقوليلي صباح الخير بعدين بتصبحي على كل الأردن هذا ما بيناسبني الله العظيم فأنا صفنت أهلي كانوا الداعمين الأوائل آمنوا بأحلامي أبوي وأمي لكم كل الحب أنتوا اللي بنيتوا نادي الزعب الإعلامي اليوم أنتوا اللي كنتوا تزأفولي في الوقت اللي كان عدد كبير جدا من الأشخاص يحاولوا أن يحبطوا إنجازاتي أنتوا اللي آمنتوا فيي بالوقت الذي لم يؤمن به أحد وبدي أشكر كمان القائمين على إذاعة روتانا وعلى شاشة عمان تيفي هذه المؤسسة الإعلاميلي أنا بفتخر فيها اللي أعطوني فرصة مرة عمه أبو طارق مستر مهند خليفة قال لي أنت معك السيارة بس أنا فتحت لك الطريق في ناس معهم سيارات جدا مليئة بالأحلام بس الطريق أمامهم مغلق فشكرا لكل من ساهم في صناعة هذا الصوت ناخد اتصال ألو ألو صباح الخير صباح الفل يعطيك العافية الله يعافيكي مين معنا؟ آيات أهلا يا آيات فضلي ستي بدأ أحكي لك هم الناس عندهم لعب أهم من كل شيء يعني أنا صحبيتي راح زوجها خطب عليها الإسبوع الماضي عندها خمس أولاد خطب صحبيتها خطب صحبيتها؟ أه؟ خطب صحبتها آه صحبت هي عندها خمس أطفال والكبير صفه ثالث نعم فلما رحت على أخوانها أبوها متوفي فصاري يقولها لأ شو تتطلقي شفتو بلتني هم هي وخطب عليها كلها لأ ما تتطلقي بيضل ظلمة آه بيضل ظلمة عادة أخريته يرجع لمرتو أخريته يرجع لمرتو بيلف وبدور وبعدين في عبارة إحنا منستعملها كتير ديري بالك عطيرك قبل ما يلفع غيرك هاي كتير مستعملة هاي ثقافة سائدة جوزها واحدة بده يسافر على الواق واق وهي عندها مستقبل مهني مشرق رجلك عرجله ادفني أحلامك المهم أنه ما تخلي عينه تزوغ هون ولا هناك هلا أنا مع أنه الست تكون دائما مع جوزها وكذا بس لا إحنا نهمش المرأة لأنه في عيب دائما كلمة عيب كبيرة هيك موجودة على جبين كل ست شكرا لإلك يا ست آيات أهلا وسهلا فيك أنا ما منسي يا جماعة مرة في برنامج تلفزيوني حكت ست كان اتصالها غريب جدا بتقول يا عمي أنا جوزي بعملني بطريقة جدا ممتازة لما نكون لحالنا أمام أهله بعملني بازدراء وبعملني باحتقار وبصير يسب علي وبيهمش رأيي وكذا فبقولولها ليش بتقول لأنه بده يثبت لوالدته أنه هو زلمة هو المسيطر في العلاقة عشان أمه تصير تقول يؤبرني شو رجال تخيلوا لوين ممكن توصل فينا الحياة بس أنا بقول الرجل في هذه الحالة هو مش الجلاد هو الضحية لأنه إحنا الذكورية اللي ربينا عليها في مجتمعاتنا لما أنا أزقف لابني حتى لما يجور على خواته طبعا أنا طبعا ليش بدي أكبر وأتوقع نتيجة مختلفة إذا أنا زرعت هذه المعطيات عيب تتجوز سكرتيرا لأنه السكرتيرا يعني إذا كانت مدير مكتب شخص أكيد تحرش فيها في وقت من الأوقات أكيد في بيناتهم علاقة غرامية بعيدة عن الأعين أكيد ممنوع تتجوز ممرضة لأنه هاي الممرضة بتسهر بالليالي بين هالممرضين تعرف شو بيصير بالليل بتمزح وبتاخد وبتعطي عيب محمد عربيات صباح الخير يسعد صباحك سيد نادي يسعد صباحك أهلا وسهلا فيك يا سيدي أنا صراحة بالصدفة بسمعك أنك بتحكي عن طقافة العيب نعم وشغلة الطلاق عشان حكي الناس نعم بس أنا بدي أحكي لك إياها من منظور علمي كنت طالب علم اجتماع بالجامعة الأردنية وبأكمل ماستر حالية ما شاء الله عليك تفضل سيدي الله يسلمك نعم لو نرجع لزمن الأسرة الممتدة اللي تحولت لأسرة صغيرة نعم كانت نسبة الطلاق مش زي النسبة الموجودة حاليا اللي هي 70% صح فالأسباب العلمية بتحكي لك أنه كان الأهل اللي كانوا عايشين بأسرة ممتدة كانوا يوجهوا الأسرة الصغيرة هاي اللي بعدها مش عارفة شو الحياة أنه لا بدك تفهمها مش من أول مشكلة بدك ترمي عليها يمين الطلاق فمش حكي الناس اللي هو تحميهم أنهم ما يتطلقوا بس ممكن أنه اثنين صغار بعدهم مش وعيين شو الحياة الزوجية نعم تحميهم الأسرة اللي كانوا عايشين فيها نعم الثقافة العيب ممكن يكون حلها تبلش من عندك بدك تصحصح بكل قرار صح بالتخزين صح لو نلاحظ أنه فيه قبل فترة اثنين دكاترة تزوجوا على الفيسبوك بدون أي تكاليف نعم صح ياريت أنا لو ألاقي واحدة تشاركني حياتي توافق أنه ما نعمل بصالة هاي هاي أو بفندق هاي هاي أنا احترمتهم لاثنين دكاترة بس يا هل ترى المجتمع بدي يحترمهم؟ لا احنا منعتبرهم استثناء هدول سيد محمد ما منعتبرهم القاعدة أبدا يا سيدي طب أزيدك من الشعربيت أنا مرة طرحت على الهواء مباشرة فكرة أنه هلأ الصيغة موضوع الصيغة صار في حلول إلها صار ممكن أنك تستأجر صيغة وترجعها بعد العرس بعد انتهاءه أو قد تستبدل الصيغة الذهب بالذهب الروسي أو قد تستبدلها بالصيغة الفضة طبعا لاقت الفكرة رفض كبير جدا من قبل الصبايا بتقولك ليش يا عمي إذا هو مش مقدرني ومش عارف شو ماخد شو بدي فيه؟ طب أنا ليس ألبسها ذهب بس مشان الناس يشوفوني أنا وياها على اللوت أنه قاعد بلبسها الكمن حديدة يعني إحنا همنا الناس ومش همنا أنفسنا صراحة إحنا همنا الناس ومش همنا أنفسنا شكرا لإلك محمد أنا بس بدي أحكي شغلي حتى لا نعمم أنا ضد التعميم المطلق حقها البنة إذا كان الرجل يتمتع بوضع مادي ممتاز حقها أنه هي تلبس ذهب وتلبس ألماس ما عندنا مشكلة بس أنت إذا قررت ترتبطي بشخص وأنت عارفة وعلى دراية كاملة بتفاصيل وضعه الاقتصادي وتمردتي على هذا الوضع بعد ما كتبت الكتاب وعليت الجواب أنا هون مشكلتي يعني أزيدكم كمان من الشعر بيت عم نحكي طبعا إحنا عن ثقافة العيب لكل أشخاص اللي هلأ انضموا للسماع أو اللي هلأ صاروا يشوفونا على شاشة عمان تي في لما عملنا عن حلقة العنف في سنة من السنوات ما كان فيه أي شكوى من أي امرأة في أي محافظة أردنية عيب تشكي عجوزك والله لو قطعك عيب تشكي عليه بيظل أبو عيالك ألو يوسف صباح الخير صباح الفول يوسف ستي أنا بشتغل لفترات منيحة كنت بشتغل بمدرسة نعم وكنت يعني طرحنا مرة هي ثقافة العيب بالبيت هل العيب على الزوج أنه يساعد في عمل العمال المنزلية نعم فكان الكارثة الكبرى لما تسمع الشباء الولاد الصف تاسع عاشر أولاد صغار مقارنة بالعمر اللي نحن منعيشه نعم تسمعيهم بحكي لك آه عيب عيب أشوف أبوي عماله بمسح وعيب أشوف أبوي عماله يسوي هذا الحكي طبعا فتخيل إنه هذا الحكي عماله يكون من بداية تعليمنا لأطفالنا شفت إحنا بنزرع فيهم نعم فلما يكبر هذا الطفل شو بدي يكون فيهم الله عليك شو المزروع فيه أصلا طبعا شو أبوي يمسح غبرة ولا أبوي يشطف هذا يتعرض مع رجولته فأنا كيف بدأ أكون لقدام عمالي بعمل هيك فأنا كنت بوجه لهم سؤال بحكي لهم طيب وأنا هلأ عمالي بشتغل ومدامك عمالها بتشتغل اثنين عمالة منطلع مع بعض ومنرجع مع بعض هل من الطبيعي إنه أنا بس أروح على البيت أروح أنام لعب المتجهز الطبيخ وتجهز كل شيء وتنظف البيت بعدين أعوم أنا ويكون وقتها الغد جاهل الله عليك فهذا المفهوم أنا صحة عمالي بحكي اليوم بعرف أنه في كثير منطلع ما لا تسمعنا بس أتمنى من كل واحد فهم معنى الذكورية بطريقة غلط يفهمها بطريقة صح لازم يكون رجل بالبيت أنا جدا جدا أحترم هذا الاتصال وأحترم هذا التفكير ولا يقلل أبدا من شأنك أو من رجولتك إذا أنت بتطبخ لمرتك بيوم من الأيام أنت وياها بتشتغلوا لتأمين لقمة العيش توصلوا على هالبيت لو بتتعاونوا بالأعمال المنزلية هذا ما رح يقلل منك إحنا بنزرع بولادنا الزلمة ما بدخل على المطبخ الزلمة لازم يكون عنده نظرة متعالية أنا رجل كيف بتوقع زي ما قلت لك لما أنا أحصد معطيات معينة كيف أتوقع نتائج مختلفة فالدراسة اللي قام فيها الأستاذ يوسف في المدارس هي مزبوطة أنا أبدا غير مستغربة لأنه يعني للأسف الشديد الست ست والزلمة زلمة إحنا لا نطالب بالمساواة إحنا نطالب بمجتمع يحقق التوازن بين الرجل والمرأة هلأ إحنا كلنا بنعرف بأنه مهنة حراس العمارات هي مقتصرة فقط على العمال الوافدة عمرك شفت أردني حارس عمارة مستحيل ليش؟ لأنه إحنا يعني الأردنيين نرفض عدد كبير جدا من الوظائف لأنه هذه الوظائف بنعتقد بأنه إحنا لا تناسبنا إحنا يومنا نكون مهندسين يا أطباء يا كذا إحنا دائما بدنا نكون مدرة في مكاننا إحنا ننظر نظرة سلبية إلى المهن الحرفية لا الحدادة ولا النجارة ولا كذا الشو أنا بدي أكون قاعد بدائرة حكومية حاط هالمروحة وسيجارتي بي إيدي بوقع معاملات هاي هي النظرة المثالية بالنسبة لإلنا للموظف اللي الكل بيحترموه عرفتوا كيف؟ وبنهتم جدا بالمسميات معالي عطوفة دولت يعني هاي المسميات جدا تعنينا وهذه الألقاب تعنينا جدا كأردنيين فبالتالي إحنا نفضل أن نبقى عاطلين عن العمل لأنه نظرتنا متعالية ضد بعض المهن من روحها أمريكا بنقسل صحون وبنقسل سيارات ليه؟ لأنه ما حدا بيعرفني أما هون أنا بدي أكون أبو جخة عيب تروح على دكتور نفسي خليك عايش في ظلام داخلي خليك مكتئب خليك ألآن خليك متدايق بس تروح دكتور نفسي شو لم يقولوا الناس عندك مجنون افرض حدا يجعوا العيادة وشافك افرض الدكتور حكى لقرايب وقرايب وعرفوا قرايبنا وقرايبنا حكوا لقرايبهم هاي هي الثقافة البالية إنه إحنا عيب لازم أنا ممكن قد يؤدي أو قد يودي بهذا الاكتياب إلى الانتحار عادي بس ما أروح على إخصائي نفسي بحكي إحكي مع أمك أمك أفهم واحدة فيكي أمك بتنصحك بترشدك إحكي لصاحبتك صاحبتك بتقول أما تروحي على دكتور نفسي لا عيب لسه ثقافة العيب يا جماعة داك اليوم يسرى حكى جملة كتير عجبتني قالت الشخص الحضاري هو الشخص اللي عنده دكتور نفسي اللي عنده محامي واللي عنده دكتور سنان فالحضارة تكمن في الصحة النفسية والصحة الجسدية بيروح مثلا واحد بيحس حاله مكتئب بيروح لحاله بوصف لحاله مضادات اكتئاب على الصيدلية بيشتريهم بياخدهم لحاله يوم آه يوم لا يوم كذا يوم كذا عشان تكونوا بالصورة قراءاتنا عن مضادات الاكتئاب مضادات الاكتئاب لازم تاخد كل يوم منها لا يجوز أنه أنت تقطعها حتى لو لا يوم واحد لأنه بيصير عندك أعراض انسحابية الكئابة بتضربك ثلاثة أضعاف اللي كانت عليه قبل بعدين فيه إشي اسمه exit plan أنت بتروح لدكتور نفسي بيعطيك مثلا نفرض أنه هو وصف لك مضاد من مضادات الاكتئاب حلول anti-depressants لازم حتى لما بدك توقفهم توقفهم بشكل تدريجي بسيش توقفهم مرة واحدة لأنه لا سمح الله ممكن تعمل لك كارثة نفسية هاي القصة فخلاص نقول عيب مرة شخص طرح فكرة أمامي استغربتها ويعني هيك أثارت في عقلي عدد من التساؤلات شاب بحب كتير السندويش اللي بتعملها إله والدته بتعمله يا لبنة يا زيت وزعتر متعود بياخدهم كان على المدرسة من هو وصغير باللونش بوكس حتى فترة المراهقة الابتدائي الإعدادي التوجيهي راح على الجامعة الزلمة بحب ياخد على الجامعة سندويشة منزلية يتعرض إلى كم هائل من النقد والاستهزاء والمصخرة من قبل صحابه إنه هذا دلوع الماما شوه قديش عمرك خمس سنين تجيب سندويشتك معاك من البيت ولك اشتري لك سندويشة من المقصف من الكافيتيريا اللي هون تخيلوا لوين وصل فينا ثقافة العيد يعني هم بفضلوا إنه يشتري سندويشة صحياً مأساة كلفتها عالية جداً مقابل إنه أنا ما أسمع كلمة من فلان أو من فلان يعني إحنا نعارض رغباتنا الشخصية لإرضاء الناس اللي بحياتهم ما رح يرضوا إرضاء الناس غاية لا تدرك ولن تدرك ولا بحياتنا رح نقدر ندركها فإنت أعمل إشي اللي بريحك ضمن الحدود المعقولة بناخد اتصال ألو مرحبا صباح الخير صباح الفل أهلا وسهلا مونير عياش مين مونير عياش أبو رعفت أهلاً أستاذ مونير تفضلي أبو رعفت الله يزيد صدليك بصراحة الموضوع استفزني ثقافة العيب وفيه كمان بالذات السفزني اللي هو معاملة الزوج ومشاركة الزوج في شغل البيت نعم ومشاعدت لزوجته نعم أبداً أنا شاركت على الفيس علقت على الفيس على كل حال نعم بس ما يمكن ما انتبهتي أو ما قرأتي نعم في عنا ملاحظات عديدة نعم تفضل التعليق كان بأنه أبداً أبداً ما في عيب نهائياً بين الزوج وزوجته بالعكس يعني هاي الإنسان اللي أنت رحت وخطت جاهتك على البيت وطلبتها صح وحالياً أنت ممكن تكون بتسيم وعملتها لك كان بإمكانها بكلمة واحدة منها أنها تقول لا ما بديها تردك أنت والجاهة اللي جبتها خائب يعني تروح أنت وياهم مع السلامة بكلمة واحدة منها تقول لا صح فبعد ما هي وافقت وقتنعت فيك وسلمتك حياتها وشاركتك أفراحك وأحدانك وشاركتك همومك بالمقابل يعني تركت أهلها نوعاً ما وشاركتك حياتك الآن أنت الأولى بأنك أنت تعاملها معاملة حسنة وتشعر فيها يعني ما بعرف كيف بدي أعبر لك بالضبط لكن الكلام واضح أنه لازم أنت هاي الإنسان اللي وافتك حياتها تحترمها وتقدرها ولو كان في عندها نوع من أنواع المشاكل أو يعني العيوب زي ما نحكيها كان بإمكانك أنت تحكي معها وتحاول توجهها أو تحاول أنت تشاركها بعيوبها أو بمشاكلها أحسن من أنك أنت تروح تفكر بأنك تتجوز واحدة تانية أو أنك تعاملها معاملة حيات الله عليك ممكن يعني نوع من المشاركة أنا حبيت يعني تكون وجد نظر به الله عليك أستاذ منير إحنا جداً نقدر اتصالك الشراكة الزوجية يا جماعة أو الزواج هو عبارة عن مؤسسة أنتم أو أنتما فيها شركاء ما في واحد فيكم بيشتغل عند التاني فأنت لما تراعي الاحتياجات النفسية لزوجتك وتحترمها وتساعدها في الأعمال المنزلية وتجلي عنها كاسة هذا ما بيجعلك نصف رجل بالعكس هذا يكمل رجولك يعيب الشوم صار عمرك 30 سنة وللسه ما تجوزتي طب ما إجاني الرجل المناسب مش مشكلة تجوز يضل الراجل أحسن ما تضلي تحت ظل الحيطة يعيب الشوم صار عمرك 38 سنة ما عندك غير أربع أولاد على الرغم من هشاشة وضعه الاقتصادي خلف هدول العزوة شو بدون يقولوا عننا الناس يعيب الشوم عندك خمس بنات وما عندك ولد بيبدو يحمل اسمك بكرة بس تموت ستندثر مع التاريخ هاي هي اللي جابت أجلنا لدرجة إنه إحنا مرات يا جماعة أولادنا يعني صار موقف مرة قدامي صاحبتي قالت لابنها قالت له اسمع ماما إذا بابا بحكي مع ست تانية على التليفون ها دعيب الحكي ما بصير غير يحكي مع ماما تيجي بتخبرني شو بحكي معاها يعني إحنا ممكن نزرع في أبنائنا ثقافة التجسس والكراهية والحقد ليه من باب إنه ماما عيب ما تقول لي عيب بابا يحكي معاها ما بيصير عيب أنا لازم أعرف تخيروا لوين بلاش ندخل على الأسنصير بدخل شخص ما بيسلم عليك ليه لأنه ما بيعرفك أنت وجه هو لا يألفه عيب يسلم عليك ما بيعرفه أو مثلا بيسلم عليك ببرود وبصوت واطي خوفا من أنك أنت تفتح معه مواضع وأحاديث جانبية أو بيفوت وهو مكشر عيب يضحك لناس ما بيعرفهم أول مرة بيشوفهم تبسمك في وجه أخيك صدقة كل هاي العيبات أو العيوب لأن العيوب يعني هاي الثقافة المترسخة في أذهاننا يا رب نخلص منها مكملين معكم ضمن هالحلقة من مشوارنا الصباحي صحصح حلقة خميسية بامتياز ألو صباح الخير صباح الخير صباح موفون أهلا وسهلا بالله يا نادية وفراحة هذا الموضوع استفزني كتير إنه العيب وما العيب عن زوجتك أو خطيبتك نعم أنا بدأ أحكي لك عفتي أنا شخصيا فضل بس عرفنا ع اسمك ولا حب محمد أهلا يا محمد محمد البشير فضل أستاذ محمد نعم أنا خطبت في دنة أكبر مني بخمس سنين طبعا هذا عيب عيب شو منك أنا 29 نعم نعم فأنت عارف المجتمع اللي إحنا عايشين في كيف بيهاجم الواحد إنه إنت ضغير خطب وحدة قد أمه أكيد أهلا يعني الواحد لما يكون ماشي مع وحدة بيعرفها وبعرف شوية وبعرف تربيتها وبعرف أخلاقها الناس ما بيعرفوا هذا الإشي هم لهم في الظاهر ما لهم في الداخل بينتش جواتها خد وحدة أصغر منك حتى لو ما في توافق بينكم أحسن ما تاخد لي وحدة أكبر منك مضبوط هذا الإشي أكيد أنا لما أكون ماشي معها في الشارع أو أكون طالعاً إياها أنا فعلياً فعلياً من داخل بفتخر في حالي إني أنا اخترت هاي البنة غير النظر عن العمر نعم يعني العمر مجرد رقم نعم يعني ما يعني البني آدم بعي إشي تاني نعم فالناس بيقول لك عيب وبهاجموك وليش وبتستهل أصغر وما أصغر يعني ما في عندهم هيك الناس إنه الجوهر الداخلي للبنة أو إنه جوهر الإنسان اللي بيحتي معاه أو لقباله إنه قرعه طب محمد أنت بالشكل بتبين أصغر منها؟ أنا يعني أكيد آه لأنه في بعض الرجال ما بيبين عليهم يعني بيبين عليهم أكبر من عمرهم طب أنا بدي أحكي لك شغل محمد أنا بدي أشد على إيدك وبدي أضم صوتي لصوتك إذا أنت متفاهم معاها وفي توافق وفي كيميا بينك وبينها ما تخلي الناس اتدمر حياتك بمجرد إطلاق أحكام مسبقة لأنه هذا العرف الاجتماعي مبني على إنه ما بيصير يكون في فجوة عمرية بين الرجل والست إنه الست تكون أكبر من الزلمة هيك إحنا عايشين وهيك إحنا مقتنعين فما تخليها توصلك إلى دواخلك لأنه مع كتر الضغط مرات ممكن أنت تصير تشك بحالك وبقرارك فاهمني؟ والله يا نادي أنا صلي سنة تحت الضغط ما فهم والله بأفهم مستمر ويعني أنا الحمد لله الحمد لله إن أنا رايدها وهي رايدية الله يجيب لي في الخير فإحنا يعني ما بنسمي على الناس برافو علي أنا كلام الناس بالنسبة لي يعني بدخل من هاي وبطلع من هاي لأنه ما بيعنيدي لا بلبسني ولا بطعميني ولا بيصرف علي ولا بعمل لي فواتيري يعني مين رح يعيش معك بالبيت أنت وياها صح ولا لا محمد أنا معك أنا معك ما تخلي حدا يأثر عليك بالله عليك يا محمد أنا معك إحنا ضمن حلقتنا الصباحية لليوم رفعنا الشعار لا للأفكار الهشة التي تتحكم في عقولنا هذه الأفكار المبنية على موروثات اجتماعية بالية أصبحت غير فعالة في هذا الزمن ما تقضي على أحلامك عشان فلان يكون مبسوط حتى لو كان أبوك وحتى لو كانت والدتك أنا مع أنهم أقدر مننا على تحكيم الأمور كون أنه خبرتهم الحياتية أكثر ولكن مرات هم حبهم لإلنا الزائد بيخليهم يوجهون نحو أحلامهم هم بيصيروا بدهم يحققوا ما كانوا يتمنون تحقيقه على حساب حياتنا بتمنى من خلال الحلقة أنه أكون غيرت وجهة نظر لو شخص واحد يكفيني لو رسالتي وصلت إلى شخص واحد هذا يكفي صحة 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 ماروتنا اشتركوا في القناة